السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصفحة الرابعة والخمسون إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نزال أيها الأحبة في سورة آل عمران وكنا وصلنا في الصفحة الثالثة والخمسون إلى أن الملكة لله يؤتيه من يشاء وأن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء نواصل اليوم ثم بعد ذلك نبدأ قصة ميلاد نبي الله عيسى القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم أي يوم هذا هو يوم الحساب يوم تعرض الأعمال يوم تبلى السرائر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا هذا الخير كلنا نتمنى أن تكون لنا جبال وجبال من الحسنات وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هذا أعمال الشر يود الإنسان لو أنه لم يفعلها وأن بينها وبينه بعد المشرقين يوم الحساب هي العقيدة التي يعمل بها المسلم كما أمن بالله وحده وكما أمن أن الهداية لا تكون إلا من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام نؤمن كذلك أن كل أعمالنا مدونة يكتبها الملكان ثم تأتي يوم القيامة فتوزا فمن غلبت حسناته سيئاته دخل الجنة ومن غلبت والعياذ بالله ومن خفت موازينه وغلبت سيئاته حسناته فلا يلومن إلا نفسها هذا اليوم يرى كل مننا فعله نسأل الله العفو والعافية والمغفرة ويحذركم الله نفسه لأن الله شديد العقاب لأن الله عزيز ذو انتقام لأن الله حرم علينا أمورا كثيرة علينا أن نتفادها ولكن الله من رحمته أعقب ذلك بقوله والله رؤوف بالعباد إذن الله يحذرنا أن نعصيه ولكنه لا يقنطنا منه وذلك من واسع رحمته فرحمته غلبت عذابه هذه الآية ماذا يستفاد منها المؤمن إخواني يجب أن يعيش كالطائر له جناحين الجناح الأول الخشية من الله ولكن الإيمان بخشية الله فقط لا يستقيم بل يجب أن يكون معه جناح الرجاء فلذلك يكون المؤمن بين خوف ورجاء خوف من الله خوف من عذابه خوف من سوء الخاتمة ولكن رجاء في رحمة الله وواسع مغفرته وأنه يمحو الذنوب ولا يبالي وأنه من تاب من الذنب فلا ذنب له وإن قال بعض أهل العلم أنه يجب أن يغلب جانب الخشية طيلة حياته ولكن عند الموت أو إذا دنت الموت عليه أن يغلب جانب الرجاء لماذا حتى يموت محسنا ظنه بربه فهو يعلم أن ليس عمله هو الذي ينجيه ولكن رحمة الله هي التي وسعت كل شيء فلا يقبلن أحدنا على الله إلا وهو يحسن الظن بربه اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا هذه الآية تؤصل للسنة فاتبعوني في ماذا نتبعك يا رسول الله أول شيء العقيدة إخلاص لله وحده رجاء في الله وحده اثنين كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه فيه واجب أو مستحب واجب في ماذا الواجب في كل ما هو شعائر وطقوص دينية يعني الصلاة كيف تعلم أن صلاة الظهر هي ثلاثة ثلاثة ركعات أو أربعة ركعات صلاة الظهر أربعة ركعات هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم حديث يجمع كل عبادات الصيام والصوم الصلاة والصوم والزكاة وغيرها ثم بعد ذلك في مكارم الأخلاق ثم بعد ذلك في العبادات النوافل كلها تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل أحد إلى زهده ولن يصل أحد إلى إخلاصه ولن يصل أحد إلى إحسانه فهل نترك السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع ما تطرق إليه بعض بعض الناس وما صارت إليه أحوال أخوام أنت يا أخي ماذا تتبع التبع نبي النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته وهي المثلى لا يتبع طريقة فلان وعلان لماذا لأنهم ساء ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن هناك من طريقته خير ولا يقول لك هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمله يدل على ذلك إلا إن تكون النية مختلطة كذلك ليست النية أن يحبه الله النية هي أن يصل إلى الكرامات لماذا حتى يتفاخر بها أمام الناس نسأل الله الهداية والسداد والله غفور الرحيم ولاحظ كذلك أن الأمر محبة لماذا يا إخواني عندما نذكر الآن لو سألنا سألنا الناس ما هو دين المحبة كثير من الناس لن يتبادر إلى ذهن الإسلام كثير من الناس يظن أن الإسلام فيه شدة وأن الإسلام عبوس وأخض للأمر للدين بقوة فيما يظهر لهم أنه قوة لا ربي لما كلمنا عن الناس الذين ينصرون هذا الدين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كيف يحبونه كيف يحبهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حب الأمر أن تعبد الله لا أنك تخشى ناره فقط ولكن أنك تحب لقاءه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كان قلبه مشبعا بحب الله أحب لقاء الله وأحب الأعمال التي يحبها الله فلذلك ذكر في الفئة المنصورة أذلة على المؤمنين وناس تحب الناس تحب الخير للناس لا أن يكون شدتهم وبأسهم بينهم شديد وهمهم تكفير بعضهم وهمهم أن يكون خيرا من أعوذ بالله الأمر حب قل إن كنتم تحبون الله اللهم اجعلنا ممن يحبك وممن تحبهم يا الله قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الذي لا يطيع الله ورسوله يطيع هواه يطيع الشياطين الذي يتولى عن طاعة الله ورسوله يوشك أن يكون من الكافرين يقول له يا أخي قسم الله الميراث كذا كذا يقول لك لا مساوات تقول له يا أخي الطلاق كذا كذا لا نتبع القانون المدني حتى نقول غير الإسلامي أعوذ بالله نسأل الله الهداية ثم الآن نبدأ ثم الآن نبدأ في قصة ميلاد المسيح عيسى بن مريم اللهم صلي وسلم على نبينا وعليه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الإصطفاء هو الإختيار ومنه الصفوة إصطفى آدم خلقه بيديه وكرمه وعلمه وأسجد الملائكة له ونوحا هو أول المرسلين وطال عمره في الدعوة ونجاه الله من الكافرين وجعل ذريته هم الباقين وآل إبراهيم آل إبراهيم الله لم يقل في نوح أنه ذريته هم الباقين ولكن الله اصطفاه وآل إبراهيم لاحظ أنه قال آل إبراهيم ولم يقل آل نوح ولم يقل إبراهيم فقط لماذا لأن إبراهيم كان مصطفى وإبراهيم جاءت الأنبياء من بعده كلهم من نسله فهذا إسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وعيسى كذلك وآل إبراهيم كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران عمران الذي أبو هو أبو مريم أم المسيح رضي الله عنها اصطفاهم على من على العالمين في زمانهم وعلى العالمين في كل زمان فهم الصفوة وهم خير عباد الله اللهم أحشرنا معهم يا رب العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم يقول القائل إذن إذا كانت هذه ذرية بعضها من بعض هل كل ذرية الأنبياء من الصالحين قطعا لا بنو إسرائيل أليس من بني آدم أليس من ذرية إبراهيم ومع هذا فيهم شر خلق الله فكذلك لا يجوز أن نقدس ذرية الأنبياء وإن كنا نحب الأنبياء ونحب الأنبياء ذريتهم بحبهم ولكن لا للتقديس ولا للعبادة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني القصة يقال أن السيدة تسمى حنة أو حنة أو حنة الله أعلم كانت لم تلد فإذا فكان يوم هي جالسة ورأت عصفورا يطعم صغارها فحنت إلى ذلك فدعت الله فاستجاب الله لها فحملت وقيل أن عمران مات بعد أن حملت وقبل أن تلد فنذرت ما في بطنها يعني ما هو النذر هي أن تجعل هذا الذي في بطنها لماذا لخدمة البيت بيت المقدس لماذا حتى يكون من العباد ويكون من العالمين ويكون من الناس الربانيين ولكن الله كان له حسابات أخرى إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطَنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ إذن لما وضعتها يا لخيبتها قالت ربي إني وضعتها أنثى هي كانت تظنها ستكون ولدا فتاة فيخدم المسجد الأقصى يخدم بيت المقدس وضعتها وكان في زمانها لماذا تحسرت هل لأنها تفضل الأنثى على الذكر الأصوب أن نقول أن في ذلك الزمان لا تقبل البنات لخدمة البيت المقدس فقط الولدان فالآن الآية فيها نظر من قال ماذا إن قلنا أنها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى هذا كلامها والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية الله أعلم الله يعلم جيدا ماذا وضعت وليس الذكرك الأنثى إن قلنا أنها هي من قالت وليس الذكرك الأنثى إنما في ذلك تحصر أن هذه الأنثى لن تكون لن تكون في خدمة المسجد الأقصى أو إن كان الكلام لله وليس الذكرك الأنثى فقط عن ليس ليس متساويين ليس هذا أفضل من هذا ولكن هم مختلفان الذكر خلقه الله له مواصفات وميولات وخلق الأنثى لها مواصفات ولها ميولات فليس الأمر بتفضيل الذكر على الأنثى ولكن هي نوعا ما لو نسبنا إليها هذا القول لكان يعني هي أرادت شيئا فأراد الله شيئا آخر ولو نسبنا أن القول ليس لها ولكن الله وليس الذكرك الأنثى أي أن ليس الذكرك الذي أرادت بقيمة هذه الأنثى التي وضعتها وهي السيدة مريم وهي من خير نساء العالمين فالله يعلم ماذا وضعت ويعلم ماذا يفعل هي أرادت ذكرا يخدم البيت المقدس والله أراد منها أن تكون أنثى تحمل معجزة كمعجزة خلق آدم يخرج منها يأتي تلد هذه المرأة هذه الأنثى ستلد وتربي السيد المسيح يهدي أمة بني إسرائيل إلى التوحيد ويجري الله على يديه معجزات كبيرة ثم يأتي في آخر الزمان يخلص البشرية من شرا عظيم ألا وهو المسيح الدجال وإني سميتها مريم قيل أن في لغتهم أن مريم هي العابدة أو القانتة أو الصالحة والله أعلم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم انظروا إلى هذا إلى هم الناس الصالحين همهم أن يحفظ الله ذريتهم وأولادهم من الشيطان الرجيم لذلك الزمان لم يكن هناك مواقع التواصل الاجتماعي وصور يوم الولادة وغير ذلك فتقبلها الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا الله تقبل هذا النذر وتقبل مريم وأنبتها نباتا حسنا ربها تربية حسنا وأنبتها جسديا فلم تكن فيها عاهات ومنظرها كان أو نباتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قلنا كما قالوا أن عمرانة وفي قبل ويلادتها فكفلها زكريا على اختلاف هل هو زوج خالتها أو هو زوج أختها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا نبي وصالح وتكفل بتربيتها وبالإنفاق عليها فكلما دخل عليها المحراب المحراب هو غرفة عبادتها في البيت المقدس وقيل هو المسجد وجد عندها رزقا قالوا يجد عندها غلال لكن أن يجد عندها غلال فقط ليس محل للتساؤل قال قال يا مريم أنا لك هذا استفسار إذن الأمر فيه استغراب قالوا كان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء ويجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف أنا لك هذا يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه الثقة في الله وهذه من الكرامات التي أجراها الله لمريم أن تأتيها الملائكة أو يأتيها رزقها من غير أن تسعى له ولكن هذا ليس فيه يعني تأييد لأولئك الذين يذارون العمل ويقولون أن الله هو الرزاق الصحابة لم يكونوا كذلك سيدنا عمر كان يقول أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والله يحب الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله وقلوبهم معلقة بالله لأن أرزاقهم عند الله إذن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ونواصل القصة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر